برشلونة تحديداً في الكامبنو أو تحديداً في كتالونيا والكلام كان كتير جداً نروح للتريند العالمي ونشوف إيه اللي هيكون موجود معنا النهاردة لأن نبدأ إحنا من أول حاجة من خلال حساب سبورت سينترا اللي تكلم على فكرة خبر بيقول إن ميسي طلب من إدارة برشلونة الرحيل عن الفريق ميسي عايز يمشي من برشلونة تخيلوا هذا الخبر وقيمة هذا الخبر على السويشال ميديا وعلى وسائل الإعلام وكمان إزاي سبورت سينترا من خلال حسابه على تويتر اهتم من خلال هذا الموضوع في فيديو كمان معنا النهاردة عن استعرضه عشان الناس تشوف معنا إيه اللي متاح بالنسبة لميسي من خلال الصحف واللي تعارض بالنسبة لميسي خلال الساعات القليلة الماضية وإزاي ليونيل ميسي بصرطه بإسمه كان متصدر كل الصحف العالمية والصحف الأوروبية خلال الساعات القليلة الماضية ميسي يطلب الرحيل عن برشلونة خبر لم يكن يتوقحه قعد لكن عشرين عشرين دايما فيها مفاجآت كثيرة وفيها تفاصيل كثيرة جدا طيب معنا برضو خبر مهم جدا وهو ليه علاقة بميسي ولكن هنا ده خبر ليه علاقة بالجماهير وإزاي الجماهير في كتالونيا كانت حزينة وصعبان عليها إزاي ميسي يرحل من برشلونة مظاهرات وزهاب الجماهير أمام ملعب الكامبينو بتطالب بالرحيل إدارة النادي لكن استمرار ليونيل ميسي المطالبة في حد ذاتها إن لازم ميسي يبقى لكن إدارة البارسة هي اللي ترحل تخيلوا بهذا الشكل وبهذه الهتفات لكن تعالوا بقى نشوفها صوت وصورة وإزاي الجمهور كان زعلان بهذا المشهد أمام ملعب الكامبينو وهذا الغضب طبعا شايفين بس المشجع طبعا بتشيرت توتنهام لكن طبعا بيشجع برضو برشلونة وحزين على رحيل ميسي خبر عمل زلزال في الإعلام الرياضي في العالم بشكل عام ولا حديث يعلو خلال الساعات القليلة الماضية على رحيل ليونيل ميسي لكن وانا بسترد معاكو الفيتز وغضب جماهير الكتالونيا من رحيل ميسي عن برشلونة تبقى للتعاقد ميسي ما ينفعش يرحل إلا بموافقة الإدارة رغم وجود شرط جزائي لكن ده خبر مهم لازم موافقة الإدارة على رحيل ميسي طيب دي كانت الجزء المتعلق بالجزء العالمي وهو رحيل ميسي لكن مشاركات الجماهير النهاردة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة